لأكثر من 22 يوماً ينتبوهما الخوف على طفلتهما الصغيرة انتظرا لساعات قبل السماح لهما بالدخول إلى محكمة سجن عوفر العسكري فطفلتهما ملاك التي لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها ستحضر إلى قاعة المحكمة أربع جلسات لم يتمكنا خلالها من احتضانها أو حتى الكلام معها فهي تحضر مكبلة اليدين والقدمين أما التهم الموجهة إليها فثلاث رجم حجارة وقطع الشارع ومعها سكين الطفلة طالعة تتفرج عربيع وكريبة على الشارع الالتفافي واعتكلوها وبنت هذه من الخوف اعترفت منعنا من الدخول والتصوير انتظرناهما ساعات أخرى لتكون الصدمة فالمحكمة أصدرت حكماً على الطفلة ملاك بالسجن الفعلي لشهرين وغرامة مالية تقدر بـ 1500 دولار الشباك يمساوية هذه الطفلة يعني بدل ما هي في المدرسة بدل ما هي بين أصحابها يعني بدون نودها على السجن على شو شو سوى والطهمة هذه هم ملفة كلها هي هي لا ضربة احجار ولا شالة سكين لم يملكاً إلا العودة إلى منزلهما في بلدة بيتين شمالي رامالله والحصرة تملأ قلبيهما وقلوب العائلة فملاك ستحرم من دراستها ومدرستها معاناتها كمعانات عدد من القاصرين الذين حكم الاحتلال عليهم بالسجن الفعلي المحاكمة العسكرية الإسرائيلية هي الوحيدة على المستوى الدولي اللي بتكون بمحاكمة أطفال أمام محاكمة عسكرية فخلال عام 2014 اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 600 طفل وتم تقديمهم إلى المحاكمة العسكرية بينما يقبع في هذه الأيام أكثر من 200 طفل خلف قطبان السجون الإسرائيلية لا فرق عند الاحتلال بين الأطفال والنساء وكبار السن فكل فلسطيني هو مشروع معتقل وراء قطبان السجون الإسرائيلية أما التهمة فقد لا تتجاوز مجرد فكرة رفض بقاء الاحتلال الإسرائي جيفال بديريال جزيرة من أمام معتقل عوفر العسكري غربي رام الله ما الصغيرة؟ انتظر لساعات قبل السماح لهما بالدخول إلى محكمة سجن عوفر العسكري فطفلتهما ملاك التي لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها ستحضر إلى قاعة المحكمة أربع جلسات لم يتمكن خلالها من احتضانها أو حتى الكلام معها فهي تحضر مكبلة اليدين والقدمين أما التهم الموجهة إليها فثلاث رجم حجارة وقطع الشارع ومعها سكين الطفلة طالعة تتفرج عربية وكريبة على الشارع الالتفافي واعتكلوها وبنت هذه من الخوف اعترفت منعنا من الدخول والتصوير انتظرناهما ساعات أخرى لتكون الصدمة فالمحكمة أصدرت حكما على الطفلة ملاك بالسجن الفعلي لشهرين وغرامة مالية تقدر بألف وخمسمائة دولار لم يملكا إلى العودة إلى منزلهما في بلدة بيتين شمالي رام الله والحصرة تملأ قلبيهما وقلوب العائلة فملاك ستحرم من دراستها ومدرستها معاناتها كمعانات عدد من القاصرين الذين حكم الاحتلال عليهم بالسجن الفعلي المحاكم الأساسي